كتبغي تحضري الصابلي وما كينجحش معاك كيوقعولك فيه بزاف ديال المشاكيل وما كتعرفيش كيفاشتعاملي معهم ان شاء الله هاد الفيديو هاد خصيصا لكم باش ينجح معاكم ان شاء الله من اول تجربة مبيل المشاكيل اللي كيوقعونا في الصابلي اللي هما واضحين ومعروفين وباين الاغلبية كيوقعوليهم اللي هما فاش كتعجنوا العجين ديالكم كيتلقلكم الزيت هاد اول مشكل ثاني مشكل مني كتدخلوها كالصابلي ديالكم للفران فهو كيتقلص الشكل دياله وما كيبقاش محافظ عليه كيف مما هو ثالث مشكل مني كتدخلوها كما كتخدموش الزبدان زيان يعني المارغارين وكتبقى لكم حبيبات فانتو ما كتدخلوه الصابلي كيديركم هكا واحد فقاعات يعني ذاك الزبدة كتدوب وكيديركم فقاعات في الوجه ديال الصابلي وما كيجيش في شكل دياله زوين يعني مبين هاد المشاكيل كلها ان شاء الله غدي نعطيكم الاسرار ديالها باش تنجح معكم ولا ينجح معكم الصابلي من اول تجربة اول مرحلة عندنا ثلاثة ديال انواع ديال الزبدال هي زبدات العولب عندنا زبدات حيوانية ولا زبدات المارغارين كل وحدة والطريقة ديال العمل ديالها بالنسبة للزبدات المارغارين ما الأفضل تكون بحرارة المطبخ اما إلا ما كانش بحرارة ديال المطبخ فاحنا كندفيوه الفران ونخليوه على الاقل واحد ربوع ساعة إلا كالحال سخون فاحنا كنخليوها في سطح العمل على ما كانت تاخد الحرارة ديال للسطح العمل وكنخدموه بها ثاني نقطة غنشير لها بالنسبة المارغارين كنضيفو مثلا فرابعة ديال الزبدات كنضيفو فيها جوج كؤوس ديال زين النباتية كنبدو من النكاس حتى الجوج على حسب الكونتيتي اللي بغين احنا في الصابلي هذه المارغارين ثاني نقطة غنشير لها اللي هي زبدات حيوانية فاحنا ما كنضيفوش فيها نهائيا زيت إلا إلا بغينا نضيفوش مع القبار يعني كأن الزبدة حيوانية فاي كتكون فيها كمية كتيرة من الدهن هذي ثاني نقطة بالنسبة الزبدة ديال العلب فانا عادة كان كندمج ما بين فيطال وما بين لابريري هكا باش وحدا كتعطيني الكوكون وحدا كتجيب لي الصابلي شيش يعني هذي نقطة كيف ما غا تلاحضو معايا ثاني حاجر الزيت بالنسبة للزيت في زبدة العلب كنضيفوك ما كان تعداوهش نيهائيا في زبدة العلب يعني رابعة كان ناخدو 25 جرام من فيطال 25 جرام من لابريري وكاس ديال الزيت ما نتعداوهش نيهائيا رابع نقطة من يمكنو كنخدمو الصابلي ديانا في المرحلة الاولى كنخدمو هكا زبدة مع الملحة مع الضاني مع سكر حبيبات إلا كنا بغينا ندمجو ما بين السكر و سكر غلاسي هكا بش كيجينا الصابلي هشيش و كيجينا مقرمش أما السيدات اللي كيبغيوا الصابلي هشيش بزاف فانتوما كتدفو الكيمياء كلها غلاسي أما إلا بغيتو هكا الصابلي ديالكم يعني كيكون شوية مقرمل بزاف فانتوما كتدفو الكيمياء كلها سانيدة فعادة كنفضل انا اندمجو ما بين السكر و سكر حبيبات بش كيجينا الصابلي هشيش و مقرمش في نفس الوقت ثاني نقطة كنخدمو في المرحلة الاولى مزيان كنضيفو الزيت كنخدمو مزيان كنضيفو البيض كنخدمو مزيان و في التالي كنضيفو هكا كنسمو بش ما بغينا عاد كنضيفو الدقيق في الاخير أطراف الأصابيع ممكن للكوش نهائية لعجين ديالنا أبدا كنخليوك يرتاح على الأقل واحد ساعة هكا هذه المدانة في التلاجة و من بعدها كنشكلو الصابلي ديالنا كيف ما بغينا كيف ما غنقول لكم تتبعوا هاد النصائح اللي قد تكون فالصابلي غينجي معكم ان شاء الله من اول جريبة و لي كيبغينا صائح اكتر بالنسبة لهاد الوصفة هادي ان شاء الله اليوم غتكون في قناتي على اليوتيوب شاف سيمو كيف مولفتكم اي دائما شكرا اشتركوا في القناة